كل الأمور ديت على مائدة مجلس الإدارة يوم السبت عشان يتخذ ما يراه في مصلحة النادي إن شاء الله النهاردة الفريق طبعا وصل تمرينه شريف كرامي قبل التمرين اشتاكى من بعض الرشح الخفيف في الرجب الجهاز الفني والطب يطمينه عليه وأدى بعض التدريبات الخفيفة في الجيمانيزيوم وحسن الشحات كمان اشتاكى من شدف عضلة السمانة وأدى تدريبات برضو خفيفة في الجيمانيزيوم وجونيور أجاييه النيجيري كان أصيب برضو بكادمة في أعصبة القدم وغاب على التمرين الأساسي لكن أدى بعض التدريبات الخفيفة والحراس بقى الشباب مصطفى شبير وأحمد طارق الاتنين انضموا إلى تدريبات الحراس مع الكابتن طارق سليمان كان قدامه خمس حراس مصطفى شبير وأحمد طارق الصعدين بالإضافة للكبار شريف كرامي وش ناوي وعلو لطفي أنا عايز أرجو من الأجهزة تحت الكورة طبية تحديداً يعني مش كل واحد خد له كادمة ومش كل واحد خد له وخدش نقول إصابة ويا جماعة ما تحطوناش تحت تصور إن النادي الأهلي ما فيش تمرين ما بتتعورلوش حد يعني فيه إصابات لا يجب ذكرها أي ايه دي واخد كادمة وفيه تمرين ما فيهوش كادمات وما فيهوش خربيش يعني ما ينفعش كده إن كمان كل طول النهار فلان خد إصابة فلان خد إصابة وتعاملون إنه هيتعملوا كونسولت وبعدين بعد ساعة تقولون إنه هيتشترك لا خلينا لقدرنا في الإصابات التي تستحق الزكر عشان نعرف نقيم الأمور صحة طيب إصابات الألعاب الأخرى كمان نجم الكرة الطائرة عبد الحليم عبد نجم الكرة الطائرة طبعا واحد من نجوم الفريق الكبار كانت عملت له عملية لاستقصال غدروف في الرجبة من عدة أسابيع بدأ التأهيل وتدريباته العلاجية أو العلاج المائي في حمام السباحة في النادي تحت إشراف الجهاز الطبي وإن شاء الله يتم تأهيل عبد الحليم عبد واحد من اللعاب الكبار اللي أنت ابن بلدنا بلدياتك طيب ده مرخص النشرة الطبية لكن بعد النشرة الطبية صفحة الحوادث والقضايا ماذا يحدث على السطح وليه هم ما بيعملوا في الأهل كده بعد الفاصل